اشتركوا في القناة والجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي باريح أخذنا إجابة الداعي قال ونصر المظلوم المظلوم لماذا بحسن يصلى حقه كم من مظلوم في هذا الزمن أجل عمل يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل من أجل الأعمال أن توصل إنسان إلى حقه دور من في مظلوم لأم أنصره في أيام بواحد يعمل واسطة إيه ما كانوا الواسطة إنسان صاحب حق بدي يوصل لحقه يا أخوانا الكرامي اللي بيحسن أنه يوصل الإنسان لحقه واحد مظلوم أي كان بأي مستوى من المستويات عم يقدم معاملة معه تمشي هو مية في المية قاله تعال لأمشي لك من مشى في حاجة أخيه ما شاء الله في حاجته النبي عليه الصلاة والسلام عمل عقد مع قريش معاهدة قبل فتح مكة أنه معد في قتال بين المشركين وبين المسلمين بعد ما صارت كل هالغزوات ويدخل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة اسمها خزاعة وفي عهد قريش قبيلة اسمها بكر وإنه كمان قريش ما بتقرب على خزاعة وخزاعة ما بتقرب على إيش على بكر بليلة ما في ضو أمر غارت بكر على خزاعة فقتلوا منهم ثمانين فلجأوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم اجت قبيلة خزاعة قالوا يا رسول الله قتلوا منا ثمانين قال لا نصرني الله إن لم أنصركم مظلومين وتلك اللحظة جهز النبي عليه الصلاة والسلام عشرة آلاف رجل وفتح مكة وجاء أبو سفيان ونحن بالغلاط ومندفع الدية النبي عليه الصلاة والسلام قال له ما حكله شيء ما قال له بده يفتح مكة ضلت سرا هاي كانت سبب فتح مكة قال له لا نصرني الله إن لم أنصركم عمر ابن سالم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقابلة خزاعة قال له قتلوا منا ثمانين قال لا نصرني الله إن لم أنصركم وين هلا أنت هيك كونش إنسان مظلوم هذه اللي طال عليه فاتورة الكهرباء بمليونين ليرة وانت بتعرفين قال له تعال شوف يا أخي شوف فاتح الزلم يا معمال الكهرباء شيلهم ما عملته حتى يصل لحقه هذا إنسان بالقضاء ما بيعرف حدا نصر المظلوم هذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام تطلع بتطلع لين تمشي هاي بسرعة يقول الله وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين قصة معروفة هي من قصص العرب يعني أذكرتها أكتر مرة أنه إنسان كان عنده شيء من المال وكانوا يمشون في الصحارة وكان يخافون على أموالهم اططع الطرق كان قطاع الطرق يطلعوا بالصحارة هلأ قطاع الطرق موجودين بكل مكان كل مكان وكل زمان ما بتعرف إمتى مش الحوك مصاريك بعد ما أخذ منه المصاري أجي بدي أتله قال له خدت المال قال له بدي أتله حتى ما تروح تفشي علي بعد ما صلى ركعتين شاف حجلتين أو حجلتين حمام من نوع الحجل قال له نشهدوا عليه يوم القيامة وفي الدنيا أنه قتلني ظلما أم صاري الضحاك قتلوا وراحوا الحجلتين بروح الزمان سبعة عشر عاما هذا قطاع الطرق آخر شي بيصيروا مليارديرية وبيعدوا إيش وصرفوا مصاريهون مع الأثرياء ومع إيش يعني مع الناس اللي هني أمثالهم قاعد كان مع إنسان من أصحاب السلطة يقال إنه ملك ذاك الزمان جاب له أكل عميا بده يأكل قال له شو هاد قال له هذا طعام حمام الحجل شغلة جديدة قال له حجل قال له والله ذكرتني بشغلة وصاري الضحاك قال له بزماني من سبعة عشر سنة هيك 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 وقاله شدوا علي يا حجلتين إنه قتلته هداك دبت في الحمية قال له والحمامتين شدوا عليك قال له ايه شدوا عليك قال له نضب الصفرة جيبوا النطع الصدر جيبوا السياف وقطعوا رأسه قالوا يا حمامتين قد شهدتم على هذا أنه كان ظالمة اتقوا دعوة المظلوم لا تفرح إلا أنه أنت مشيت ساويت هيك موقف هذا ظلم زوجته وهي ظلمت زوجها والله إذا قالت كلمة وحدة إذا قالت لك شكيتك لأله مو ضروري تاكلها بعد يوم لا سيد موسى وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم الله قال قد أجيبت دعوتكما الله استجاب الدعوة ما نفذ الحكم إلا بعد أربعين سنة مو ضروري هلا مو ضروري تجيك ضربة بعد خمس سنين عشر سنين هاي هاي المرأة اللي ظلمت أنت اللي أسأت إلها اللي فرقت عن أولادها هاي هلا هلا النتائج تبعا الله عز وجل قال فلا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد دعوة المظلوم ما بتسقط بالتقادم نبي عليه الصلاة والسلام لما كان في مكة قبل البعثة العاص بن وائل كان من سادات قريش وكان رجل له نفوذ اجت تجارة من الشام فأخذ التجارة ومعطاه نحاقه روح قال له روح بل يطئيش البحر وهذا الإنسان اللي جاي بالتجارة تعبان فيها سنة كاملة ويدور من رجل إلى رجل من رجل إلى رجل حتى اجتمع سادات قريش سادات قريش كلهم اجتمعوا في مكان وأتى معهم النبي صلى الله عليه وسلم جابوا طيب وكل واحد صار يحط اصبعته بالطيب هدول يعني مثل اللي عم يعملوا يعني مثل ما بيقولوا حط ايدك فوق ايدي فوق ايدي بس لكن بالطيب اسمهن الطيبين وصار اسمهن الطيبين هدول شغلتون اي مظلوم يظلم في مكة بفكوا له الظلام يتبعوا لك هيب للإسلام يا ريث اللي تروح الواحد يقول له انا مظلوم هلا قديش في مظلومين بالدنيا لذلك دعوة المظلوم ما بتسقط بالتقادم بتلكم مرة البراميكة مين هن البراميكة البراميكة هن وزراء بني العباس عباسين حكمون هن ظلوا وزراء بني العباس اكتر من خمسين سنة خمسة واربعين سنة سبعة واربعين سنة خاصة خالد ويحيى البرمكة هن أصلهم من فارس البراميكة في عنا منطقة اسمه البراميكة هاي هن البراميكة يا دول خالد ويحيى البرمكة كان لا يمضي أمرهم في بني العباس الا بمشورتهم يعني سكرتير اول هو وابنه فاتوا على السجن بعد خمسين سنة ايش سلطة قال له يا أبي ما الذي أودى بنا في السجن تعرفوا شو قال له قال له لعلها دعوة مظلوم في جوف ليل ليس بينها وبين الله حجاب ثم أنشد يقول رب قوم قد غدوا في نعمة زمنا سنين خمسين سنة والدهر ريان غدق سكت الدهر زمانا عنهم وأبكاهم دما حين نطق هاتف راح شوف مين ظالم أيام شغلة أيام بتظلم ناطور بنيه قال له معك خمسة ألاف يرى قال له ما فيه لو خمسة ألاف تحطها على البيت أنت شوكولاتة ما شو على البيت شوكولاتة أغلى من ايك بكتير عصي حقه لا تخلوا مظلمة أبدا ألا تؤذي ذرا إن أردت كمالك ذرا للنملة فإن لها نفسا تحس كمالك ذلك قال سيدنا موسى أرصت نملة أم راح شعل العش قال فأوحى الله إلي يا موسى هل لا نملة هذا ظلم واللي عم يظلم أمه واللي عم يظلم أخته واللي عم يظلم أبوه واللي عم يظلم تلميزه لك ولا بشي فيه بأسات زي حكا لي مثلا علامة النجاح ستين لك حطط له مثلا تمانا وخمسين لك حطها لك حطها نجحه لك شو هات صدقا أنا بصحيح الطلاب الطلاب الجامعة ما بحط خمسة وخمسين هذا خمسة وخمسين مثله مثل ستين يعني شو هي كل كلمتين يعني تجي أنت يبدأ ألا بدأ تطرز الفن على هالطالب الله يعينه لعله هذا أنت الجبرة اللي حطه يقول له يا الله جابر فما بالنا في حياتنا لذلك قال ابن عباس دعوتاني أرجو أحدهما أرجو أحدهما وأخاف من الأخرى دعوتان أرجو أحدهما وأخاف من الأخرى أما التي أرجوها فدعوة مظلوم نصرته يعني نصرت مظلوم مشيت له بحاجته امشي اجل رجل لعن سيدنا عبد الله ابن عباس وكان معتكف في العشر الأواخر من رمضان أعد بالمسجد اعتكاف حكى معه كلمتين وش وش أمطلع غاب 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 ورجع بآخر الانهار أنا سيدنا أبو هريرة أقول له وين أعدين بالاعتكاف قال له سمعت من صاحبي هذا القبر مين صلى الله عليه وسلم لأن أقضي حاجة أخي في الله خير من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا لطلع بس يقلوا لك أنه واحد مظلوم لو طلع بالسيارة لأي لك طلع وين بالمغفر طلع بالقرنة الفلانية طلع ما في مشكلة لما بتمشي بحاجة مظلوم الله بيكون معك سبحان الله أخوانا الكرام ما في إنسان أنا قليل لراجع إنسان بحاجة إليه قل له أنا ما لي جايلا عندك بشاني جايلا عندك بشان واحد مظلوم هلأ إذا كان فهمان صاحب القرار بيلك إذا مظلوم كتل خيرك في إلنا أجر أجره سواه كم من إنسان وقفهم عملته على توقيع صلى سنة وقفهم عملته على ورأة يقدمها بدوميني عينه مظلوم مظلوم لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم آخره يفضي إلى الندم تنام عينيك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي قال من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو قادر على أن ينصره أذله الله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة لك أنا مو طالع بيدي شي شلوم مو طالع بيديك شي طالع بيديك لذلك شوفوا الناس اللي حملوا منكم هذا بده دفش هذا بده هيك الناس والله على فكرة يعني أغلب الناس غشم أخواننا الكلم ما بيعني شلوم دي صلى حاجته لو تكرم عينها تعال شغلتك بس يعني طلب وإيش مرة هيك في شغلة أخ جاء لي شغلة بسيطة لك أنا مفكرها والله إنه ملحل لك أنا رجل محامي بس هو خبير بهذا الاقتصاص اللي منساوي هيك ومنقدم الطلب هيك تقول له كتر خيرة والله إلي هلا بدعيله ليه شغلة يعني كانت بده تطول وتعصلي جوي دلوا الناس على الخير وإذا شفت مظلوم انصروا يعني لو لو تنصروا بالدعاء لو تنصروا بإيش إنه تكف يد الظالم شفت ظالم إذا ما حصل تنصر المظلوم قال له إيش للظالم اتقي الله فيه ذكروا الناس بالله عز وجل لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وقال ونصر المظلوم من اللي بينصر المظلوم الله إياك والظلم وإن الظلم شو الظلم ظلمات يوم القيم ربنا تقبل منا بسرق الفاتحة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة